اليوم الدول العربية على رأس المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات ومن يعشق الشعب الليبي وأن تكون ليبيا عربية تدعم الشعب الليبي الحر لتحرير وطنه من الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس وبعض الأراضي الليبية بغرض نقل كل الإرهابيين الدواعش وجبهة النصرة والإخوانشية والمرتزقة بسوريا إلى ليبيا بغرض إنشاء القواعد الإرهابية لتصبح ليبيا أم القواعد الإرهابية في المنطقة بحتى يهان الشعب الليبي ويقتل شبابه وبناته لتصبح ليبيا مرتعا للإرهاب فبعد الدعم العربي للمشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من الإرهابيين وخاصة من تنظيم الإخوان الشيطاني بهذه الضربة العسكرية أوجعت الأخوان ومن يمولهم وأبكت الجزيرة وثعابينهم والآن تتحرك بعض الدول الأوروبية لوقف تحرير طرابلس من الإرهابيين حتى تتنفع من النفط الليبي يا أمة العرب تحويل أراضي ليبيا لقواعد إرهابية هدفها أيضا زعزعة الأمن القوم المصري حتى يعود الإخوان الشياطين إلى مصر لتقسيمها وناشد الشعب الليبي بالوقوف مع ابن ليبيا المشير خليفة حفتر لتحرير وطنه من الإرهابيين وقريبا ستعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين ترجمة نانسي قنقر